الصف التاسع كتاب الجغرافيا الوحدة التعليمية الثامنة بعنوان الاقتصاد تقدمة مبادر الضوء بصوت كنانا جروج الدرس الأول بعنوان مفتاح الراحة لأهل الفلاحة يتضمن هذا التسجيل الصفحات من 130 إلى 134 مفتاح الراحة لأهل الفلاحة هو مرجع زراعي قديم فيه إرشادات تساعد الفلاح على اختيار المحصول المناسب لأرضه تهتم الجغرافيا البشرية بدراسة العمليات التي تسوق تعامل البشر والبيئة وقد غال بعض الجغرافيين في درجة تأثير البيئة الطبيعية في النشاط الإنساني بحيث فسر مجمل النشاطات البشرية على أنها نعكاس تام للظروف والمؤثرات الطبيعية المحيطة بالمجتمع وأن الإنسان هنا مجرد آلة أو جهاز يقتصر دوره على الاستجابة فقط لتلك المؤثرات وسميت هذه النظرية وما نتج عنها من اتجاهات فكرية بالمدرسة الحتمية خلافاً لذلك ظهرت أفكار مناقضة تؤكد دور الإنسان الإبداعي في الوسط الجغرافي الذي يعيش فيه وأنه يختار بمحض إرادته من البيئة المحيطة الطبيعية ما يلائم قدراته وأهدافه وسميت هذه الاتجاهات الفكرية الجديدة بالمدرسة الإمكانية وتعد الزراعة من أهم النشاطات البشرية التي تدرسها الجغرافيا ما العلاقة بين الزراعة والجغرافيا؟ ترتبط الزراعة والجغرافيا ارتباطاً وثيقاً حيث تهتم الجغرافيا بدراسة مقومات الزراعة والتي هي التربة ومكوناتها، المناخ، المياه، والتضاريس حيث يتوجب توفر هذه المقومات لنجاح الزراعة سنصنف بعض العوامل المؤثرة في الزراعة ضمن المجموعة المناسبة لها المجموعة الأولى، العوامل الطبيعية، والتي هي مظاهر السطح، أي التضاريس، المناخ، موارد المياه، والتربة المجموعة الثانية، العوامل البشرية، التطور العلمي والتكنولوجي، السياسة الحكومية وخطوطها الزراعية رأس المال، عدد السكان ومدى توفر ليد العاملة، السوق وطرق المواصلات، العلاقات والارتباطات الخارجية قضية للمناقشة يتأثر التوزع الجغرافي للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني على سطح الأرض بمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية ولكن، هل العوامل الطبيعية هي التي تتحكم بالتوزع الجغرافي للزراع وتسيطر عليه؟ أم أن العوامل البشرية هي من ترسم شكل التوزع الجغرافي للإنتاج الزراعي ضمن البيئة التي يعيش فيها الإنسان؟ فهو الذي يقرر ماذا يزرع ويربي، وأين يزرع ويربي؟ لنستعرض بعض الآراء التي ناقشت هذه القضية، نحللها ثم نناقش وننجيب الرأي الأول يقول أعطني خريطة بلد من البلدان ومعلومات وافية عن موقعه ومناخه ومياهه ومظاهره الطبيعية الأخرى بإمكاني في ضوء ذلك أن أحدد لك أي نوع من النشاط البشري يمكن أن يكون في هذا البلد وأين يمكن أن تتوزع الزراعات؟ وأي دور يمكن أن يمثله هذا البلد في التاريخ؟ إلى أي مدرسة جغرافية تنتمي فكرة هذا الرأي؟ ينتمي إلى المدرسة الحتمية بالاعتماد على بيانات المناخ في العراق، نشير إلى المناطق الأكثر مناسبة لتوزع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مناخ البحر المتوسط يناسب الزيتون والتفاح مناخ الصهوب يناسب القمح والأبقار والجوانيس المناخ الصحراوي يناسب النخيل والأغنام بيانات المناخ في العراق مناخ البحر المتوسط يسود في المنطقة الجبلية في الشمال الشرقي من البلد أمطار هذه المنطقة بين 400 إلى 1000 مليمتر في السنة مناخ السهوب مناخ قاري انتقالي يقع جله في المنطقة الوسطى وتراوح أمطاره السنوية بين 200 إلى 400 مليمتر سنوياً المناخ الصحراوي الحار يسود في السهل الرسوبي والهضبة الغربية والتراوح أمطاره بين 50 إلى 200 مليمتر سنوياً معلومات عن بعض الإنتاج الزراعي القمح تجود زراعته في المناطق السهلية المروية أو المناطق التي تزيد أمطارها عن 300 مليمتر سنوياً الزيتون أنسب المناطق لزراعته البيئة المتوسطية الرطبة وشبه الرطبة النخيل نبات متحمل للجفاف التفاح أفضل مناطق زراعته الشبال لكونه يحتاج إلى حرارة منخفضة لينضج جيداً الأغنام تتميز بقدرتها على تحمل المناخ القاس الجاف الأبقار تربى في المناطق وفيرة المراعي ذات الحرارة المعتدلة أو في مزارع متخصصة الجواميس تتركز تربيتها في المستنقعات حيث المناطق الحارة الرأي الثاني أكد دور الإنسان في تجاوز العقبات التي أوجدتها الطبيعة بمقولة لقد واجهت المجموعات البشرية المتباعدة والمنتشرة في القارات عقبات طبيعية لم يكن بالإمكان قهرها إلا بمرور الزمن حتى تطورت معارفه وخبراته وتقنياته وما الحضارة إلا صراع الإنسان ضد تلك العقبات وهكذا أصبح للإنسان دور مهم في تغيير ملامح البيئة التي يعيش فيها وتكييفها حسب حاجاته ونشاطه إلى أي مدرسة جغرافية ينتمي هذا الرأي ينتمي إلى المدرسة الإمكانية حسنا مزارعون من مناطق متعددة من العراق المناطق التي يعيشون فيها ففي منطقة دوهوك سويت عدة مناطق جبلية ومهدت وفي محافظة الأنبار الصحراوية حفرت آبار ارتوازية ومدت قناة من نهر الفراد وعلى أطراف شط العرب أقيمت غرف أي بيوت تبريد زراعية برأيك هل سيبقى الإنتاج الزراعي والحيواني هو ذاته أم من الممكن إدخال أصناف جديدة الجواب يمكن إدخال زراعات جديدة سؤال ما الزراعات والحيوانات التي يمكن أن توجد في هذه المناطق بعد التعديلات الجديدة مبررا إجابة الجواب في منطقة دوهوك سيكون بالإمكان زراعة القمح وتربية الأبقار السبب هو توافر المناطق السهلية بعد تسوية الجبال وفي الأنبار سيزرعون الزيتون ويربون الأغنام والسبب هو توفر المياه وفي شط العرب سنزرع التفاح ونربي الجوانيس والسبب هو توافر المناخ الملائم نهاية التسجيل ترجمة نانسي قنقر